اه زي ما كنت بتكلم مع كابتن فاروق الزمالك فاجئنا خد بالك اول بطولة لعبدالله السعيد تخيله من وقت ما ميشي من الاهلي عبدالله السعيد من وقت ما ميشي من النادي الاهلي من كان من 2020 يا شباب اول بطولة ولو 2019 اول بطولة يكساب هي دي من النادي الاهلي ودي سر سعادة عبدالله السعيد اللي كان يعني مش بس ابن العشرين في الجاري ولا ابن العشرين في الملعب ولا في التمرير لا ده عبدالله السعيد احتفل بأز البطولة عبدالله السعيد ده مع الاهلي كاسبان دوري وكاسو وافريقيا وصبرقاف كل حاجة كاسبان مع الاهلي كل حاجة لكن دي من يوم ما ميشي من الاهلي بعد الازمة الشهيرة وعبدالله السعيد لم يافز بقى بطولة لا مع الفريق الفنلندي اللي راحه ولا مع الاهلي جدة ولا مع البيلاميز ولا مع اي حد انما حتى الزمالك لما كسب الكونفدرالية كان عبدالله السعيد برا القايمة بتاعت الزمالك فلا تحسب له اول لقب بيحققوا عبدالله السعيد من وقت بمشي من الاهلي حققوا مع الزمالك الغريم التقليدي الكبير وقدام النادي الاهلي وده اللي خالى عبدالله السعيد ينتشي بهذا الشكل ويتصور ويعبر عن ساعاته بس انا يعني مع عبدالله يعني انا ببقى يعني الحقيقة عبدالله العائب كبير وشخصية محترمة جدا يعني لم يبالغ قدامه الجمهور الاهلاوي لم يبالغ ان هو كسب الاهلي واهلي بالنسبة له يعني الفريق اللي سابه القصص والحوادث اللي بقى لها اثنين والفلوس والعقد وحاجزة على الارصده كان فيه بين عبدالله والاهلي مويل كبيرة جدا الا انه برضو احتفل وفرح في الاطار المحترم اللي فيه تقدير للاهلي وفيه تقدير للمنافس ودي دايماً سمة اللعبة الكبيرة والشخصات الكبيرة واللعبة المحترمة هي عبدالله السعيد لعيب كبير ولعيب تاريخ كبير في الكرة المصرية عشان كده الصورة دي كان لها معاني كتير جداً احتفرات عبدالله السعيد الدخلة حتى اللي عملها الجمهور بتاع الزمالك شاهدت يعني اهتمام كبير جداً 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 في المدرجات ومنخرج المباراة وبعدين فجأت إن حد بقولي إن الأهلي كان ليه دخلة ما شفناش خلص في الملعب يعني ما شفتش أنا دا دي دخلة الزمالك شيكابالا مع الكبهات بتوع دول الكبهات الألترس مش كده مش لعيبة دول اللي مع الشيكا شيكابالا يعني طبعاً دا يعني مع شوق جمهور الزمالكاوي وشيكابالا بقى ليه دور كبير جداً جداً غير الملعب بجانب الملعب طبعاً ليه دور كبير جداً في تحفيز لعبته وتحمسه وشوفنا بره طول التسعين ديها ما قاعدش وتوجهات مع المدرب لللعيبة وقد ايه كان له دور كبير جداً في تهيات لعبته حكم المباراة معتز الشلماني أنا في رأيي إنه هو قدر المباراة بشكل رائع جداً معرفش كابت التوفيق السايد بقى هيختلف معايا هيتطفق معايا طبعاً هو رأيه هو اللي هيجوب بكل حاجة أنا هو رأيه فني صرف الراجل خبيب تحكيم كبير يعني لكن أنا كمشاهد وكمتابع بقول إنه الراجل يعني عمل كل حاجة صح ما شفتوش عمل حاجة غلط يعني يعني البنالت سليم مية في المية البنالت اللي طلبه الزمالك مش سليم يعني الكرة بتاعة عمر كمال ما كانتش سليمة مع دونجا الفاول اللي عمله الحاجة الوحيدة الفاول اللي عمله حسين الشحات كان لازم ياخد عليه انظار أصفل كانت أصفل لكن غير كده الراجل وحتى لما صار عليه لعبت الزمالك آه كان لازم يدي أكتر من انظار ويبقى أقوى من كده كشخصية وده حاجة نلوم عليه لعبت الزمالك ونلوم الموقف إنه صحب الفرقة برة ورجعه تاني موقف كان ده متقيل لكن الراجل قدر يطلع بالمباراة أنا في رأيي ما فيش قرار فني أثر عن نتيجة